ينضم إلينا مشاهدين باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري مباشرة من المنوفية أهلا بك باسم وأيضا المنوفية لها طبيعة خاصة وخصوصية في احتفال المواطنين بهذه الممارسة السياسية خاصة في 20-24 الانتخابات الرئاسية وسط تحديات وظروف داخلية وخارجية بالتأكيد لك مشاهداتك ولك بالتأكيد تفاصيل كثيرة في المنوفية تفضل باسم تحياتي من مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نعم نحن في ثالث أيام لاستحقاق دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية لست سنوات قادمة حسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ودعت إليه عموم المصريين للاقتراع وانتخاب رئيسهم القادم هذه الانتخابات التعددية التي يشارك فيها أربعة مرشحون يتنافسون فيها على منصب رئيس الجمهورية هنا في المنوفية تلك المحافظة التي يبلغ تعداد سكانها إلى نحو أربعة ملايين وسبعمائة ألف نسمة وتبلغ الكتلة التسوطية بها إلى نحو مليونين وثمانمائة وواحد وخمسين ألف نسمة وهي تعد كتلة تسوطية كبيرة مقارنة بعدد سكان المحافظة هنا في الساعات الأولى في الصباح افتتحت اللجنة منذ معادها الرسمي في التاسعة صباحاً من دون أي عراقيل أو معوقات مثل اليومين السابقين وتوجد الجمهور أمام اللجنة منذ الثامنة والنصف تقريباً وبدأت الحشود تتوافد بيئة الخارج للمشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم ويتم دخول الناخبين إلى اللجنة من خلال التفويج مجموعة مجموعة وذلك حتى لا يحدث تكدس للناخبين داخل اللجنة يوجد في هذه اللجنة لجنة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسي في شبين الكوم توجد لجنتان فرعيتان هنا في داخل هذا المقر الانتخابي الرئيسي في مدينة شبين الكوم المواطنون يسعدون ويحتفلون بهذه المناسبة ويتخذونها عيداً وطنياً يحتفلون فيه وتوجد في محيط اللجنة وفي الشوارع المجاورة المسيرات التي ينظمها المصريون احتفالاً بسعادتهم بوجود هذا الاستحقاق الدستوري والمشاركة فيه نحن في ثالث أيام الإدلاق بالأصوات واليوم الأخير وفي انتظار فترة الاستراحة التي تبدأ يومياً في الثالثة وحتى الرابع عصراً وتستأنف الاقتراع أو يستأنف الاقتراع في الرابعة وحتى التاسعة أو حتى آخر ناخب كما صرحت الهيئة الوطنية للانتخابات ومن ثم بعدما تغلق اللجنة أبوابها في التساع من مساء اليوم تبدأ عملية فرز الأصوات حسب التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان الرئيسية أعود إلي نعم شكراً جزيلاً لك باسم أبو العنين على هذه التفاصيل من المنوفية يعني كما ذكر مراسلنا من المنوفية المشهد العام في المنوفية يعني يتسم بالنظام بالانضباط فكرة التفويج دخول المواطنين لمراكز الاقتراع في أفواج حتى لا تكون هناك عشوائية أو لا تكون هناك ازدحام أمام لجان الاقتراع فهي سمة مهمة في طبعاً لجان الاقتراع في المنوفية وفرحة المصريين شاهدة وظاهرة في المشهد الانتخابي في المنوفية كما ذكر مراسلنا هناك هم في عيد وطني قبل أن تكون ممارسة سياسية كما نشاهد على الشاشة مشاهدين الكرام يعني مشاهد من المنوفية هؤلاء الناخبين يعني يتوافدون على لجان الاقتراع المرء المصري عظيمات مصر في صدارة هذا المشهد أيضاً الشباب المصري بكل فئاته وأعماره أيضاً حاضر في هذا المشهد هم دائماً في الصدارة ترجمة نانسي قنقر